الرئيس السيسي يشهد أداة حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً ويمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حماد الصاوي النائب العام السابق الرئيس السيسي يوده بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون وثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة النيتو يستبعد نهاية سريعة للمواجهات العسكرية الروسية الأوكرانية ويؤكد أن طلبات كييف من الأسلحة تتجاوز قدرات الحل الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرينيتش نشط إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بحضراتكم شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه وللطلاع بمسؤولياته في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون هذا وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حماد الصاوي النائب العام السابق معرباً عن خالص التقدير لجهوده ولما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والوطن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والثقافة وأضاف متحدث الرئاسة أنه تم تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة خاصة مكثبة العاصمة التي تشمل مجموعة من القتب والمغتنيات النادرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض أثارا للعواصم المصرية على مدار التاريخ ومتحف الفنون بالإضافة إلى متحف العملات ودار الأوبرا الجديدة ذات التراز المعمري والهندسي والفني الفريد وتقى الاستعابية الكبيرة إلى جانب مصرحين للدراما والموسيقى مؤهلين وفقا لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية شاركت مصر في قمة رؤساء دول حكومات مجموعة السبع وسبعين والصين والتي الصدفات العاصمة الكوبية بانا بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيا جوتيريش وعدد من الرؤساء الدولي والحكومات وفي كلماته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد وزير التعليم العالي أيمن عشور على الدور الذي يلعبه العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى وضع استراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في إطار أهداف التنمية المستدامة والتي أقرتها الأمم المتحدة هذا وشدد الوزير على أنه لا سبيل لتخطي تلك المشكلات إلا عن طريق العلم وأوضح أن استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار المصرية اجتملت كذلك على مسارين رئيسيين هما تهيئة بيئة مشجعة ومحفزة على الابتكار ونقل وإنتاج وتوطين التكنولوجيا أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن تقديم خمسة ملايين دولار كمساعدات إنسانية لليبيا بعد الفيضانات التي اقتحت درنا وأوضح بيان للحكومة الكندية أن هذا يأتي بالإضافة إلى تقديم مبلغ 10 ملايين دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة التوارئ وأوضحت كندا أن المساعدات تهدف إلى مساعدة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة الفورية بالإضافة إلى توفير المأوى والمواد غير الغذائية في مناطق شمال شرق ليبيا المتضررة من الفيضانات ذكرت السلطات الليبية أن الإعصار المدمر والذي ضرب مدينة درنا تسبب حتى الآن في تدمير وتضرر 6142 مبنى أشار فريق التوارئ في إحصائية أولية إلى أن عدد المباني المدمرة بشكل كامل في مدينة درنا بلغ 891 مبنى في حين تم تدمير 211 مبنى بشكل جزئي وقدرة المباني التي غمرتها وغمرها الفيضانات والفيضان بنحو 398 مبنى أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنا في شرق ليبيا إلى أكثر من 11 ألف شخص أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية بالاستناد إلى أرقام الهلال الأحمر الليبي أن أكثر من عشرة ألاف آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة مشيرا إلى أن هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع حيث تواصل فرق البحث والإنقاذ أعمالها للعثور على نبيين مبان مدمرة بقايا منازل سيارات متضررة هنا وهناك حزن في كل مكان ولا صوت يعلو في ليبيا فوق صوت البحث عن المفقودين يوم سابع من البحث يواصله سكان مدينة درنا بشرق ليبيا لإحصاء حجم الخسائر التي تكبدوها جراء الفيضانات التي دمرت مساحات شاسعة من المدينة الساحلية آلات الحفر في كل مكان تعمل على تمهيد الطرق لفرق الإنقاذ بينما تقوم طائرات إليكوبتر بمسح البحر بحثا عن جثث وتسبب انهيار سدين جنوبي درنا التي يقدر عدد سكانها بما لا يقل عن مائة وعشرين ألف نسمة في جرف أحياء بأكملها أو غمرها بالطين مما أدى لإطلاق السيول الناجمة عن مياه الفيضانات على مجرى نهر عادة ما يكون جافا بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا اعتبرت الألاف في عداد الموتى مع نزوح عشرات الألاف من المنطقة التي ضربتها الفيضانات في غضون ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أرسلت جوا كمية كافية من المساعدات الطارئة لنحو مائتين وخمسين ألف شخص تضرروا من العصفة دانيال في شرق ليبيا وأشرت إلى أن المساعدات تشمل أدوية ضرورية وإمدادات للعمليات الجراحية وأكياسا لجثامين الضحايا وتدهورت البنية التحتية في أنحاء ليبيا في الفترة الأخيرة في حين حذر خبراء من أن درنا تواجه كارثة محتملة في حالة عدم صيانة السدود الموجودة خارج المدينة اقتحم عشرة المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية أن الشرطة الإسرائيلية شددت من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى المبارك وأعاقت وصول المصلين وطلاب المدارس إلى باحات المسجد كما أشارت إلى أنه تم إفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق في أجواء منطقة موسكو بالإضافة إلى ست طائرات أخرى كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من جهتي أفاد رئيس بلدية موسكو سيرجيسو بيانين بأنه لم تقطع ولم تقع أضرار أو سقوط أي ضحايا في موقع تحطم الطائرات المسيرة أفادت الإدارة العسكرية في منطقة خاركيف الأوكرانية بأن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على خاركيف للمرة الثانية خلال 24 ساعة وهزت أربعة انفجارات قوية المدينة ودع رئيس إدارة منطقة خاركيف المواطنين إلى البقاء في الملاجئ مشيرا إلى أن ضربات الصاروخية مصدرها مدينة بلجورود الروسية كما حذر رئيس إدارة المنطقة من أن التهديد يشن بشن هجمات صاروخية جديدة لا يزال قائما مؤكدا أنه يجري التحقق من المعلومات حول الضمار والخسائر المحتملة أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا بطائرات بدون طيار وسواريخ كروز هذا وأوضحت رئيسة المركز الصحفي لقيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني ناتاليا هومنيوك بأنه يتم استخدام طائرات بدون طيار بما في ذلك طائرات الاستطلاع تطلق الطائرات صواريخ من الجو وتتخذ الصواريخ مسارا معقدا يتضمن مناورات متعددة مضيفة أن العمل القتالي مستمر في اتجاهات مختلفة وما زال في السابق لأواني استقلاص النتائج لكنها بالفعل إيجابية إلى حد ما أفاد معهد لدراسة الحرب الأمريكية بأن القوات الأوكرانية تستعد لعبور نهر دينبرو بالقرب من خيرسون لتعزيز مواقعها تحصبا لهجوم مستقبلي أضاف المعهد الأمريكي أن القوات الأوكرانية كثفت نشاطها على جزر في دلتا نهر دينبرو بالقرب من جسر أنتونيفسكي مرجحة احتمالية عدم امتلاك القوات الروسية القوة البشرية اللازمة للدفاع عن هجوم أوكراني كبير في هذا القطاع من الجبهة استبعد الأمين العام لحلف الناتو يانس طولتنبرد أن تكون هناك نهاية سريعة للمواجهات العسكرية في أوكرانيا من جهته اعترف رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو روب باور بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر وكذلك حجم المنتجات الدفاعية المستخدمة في الحرب في أوكرانيا يتجاوز قدرات الحلف في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يانس طولتنبرد أن تكون هناك نهاية سريعة للمواجهات مشيرا إلى حرب طويلة الأمد في أوكرانيا وشنت كييف هجوما مضادا في يونيو الماضي على المواقع التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها لكن التقدم الذي حققته كان محدودا وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف لفت ستولتنبرد إلى أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوا في الناتو وقال إن كييف اقتربت أكثر من حلف شمال الأطلنطية خلال قمة الحلف في يوليو الماضي وكان قادة دول حلف شمال الأطلنطية قد اتفقوا خلال قمة يوليو التي استضافتها لتوانيا على إمكانية انضمام أوكرانيا بمجرد استفائها شروطا معينة تشمل بحسب مسؤولين من الولايات المتحدة وألمانيا تنفيذ كييف إصلاحات لحماية الديمقراطية والسيادة القانون في غضون ذلك اعترف رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية الناتو روب باور بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر وكذلك حجم المنتجات الدفاعية المستخدمة في أوكرانيا تتجاوز قدرات الحلف وخلال المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف شمال الأطلنطية في النرويج أشار رئيس اللجنة العسكرية للحلف إلى أن دول الناتو التي تقرر توريد الأسلحة والذخيرة إلى كييف بحاجة إلى التفكير في المخاطر المرتبطة بمثل هذا القرار على أمنها وأمن الحلف داعيا في الوقت نفسه دول الحلف إلى حل قضايا زيادة الطاقة الانتاجية في قطاع الدفاع بسرعة وكفاءة رجح خبراء ماليون في بنك جولدامانساكس عدم رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه والمكرر يومي الحادي والثلاثين من أكتوبر والأول من نوفمبر القادم كما توقعوا أيضا أن يرفع المركزي الأمريكي من توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماع هذا الأسبوع هذا وتوقع الخبراء في البنك في بنك جولدامانساكس في هذا العام القادم قد يشهد تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة إذا استمر التدخم في التراجع مرجحين أن يخفض المركز الأمريكي من تقديراته لمعدل البطالة للعام الجاري 2023 ليصل إلى 3.9% رفعت وكالة تصنيف المالية مدز تصنيف الضيون السيادية الطويلة الأجل لليونان درجتين من بي اي ثري إلى بي اي وان أشارت وكالة مدز إلى أن اليونان ما زالت تواجه تحديات هيكلية أبرزها انخفاض مستوى الاستثمار وارتفاع الدين العام في ظل الأزمات العالمية التي تواجه جميع الاقتصادات تبحث الحكومات حول العالم عن حلول فضلا عن وضع خطط وستراتيجيات تنقذها من الوقوع في براثن الركود هنا في اليونان تشهد المالية العامة والمؤسسات والنظام المصرفي تغييرا عميقا مما سيسمح بتحسن كبير في المعايير التي تأخذ في الاعتبار لتحديد التصنيف الاقتماني وبالتالي لتعزيز مقاومتها للصدمات المستقبلية المحتملة في غضون ذلك رفعت وكالة التصنيف المالية مدز تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لليونان درجتين من بي اي 3 إلى بي اي 1 في خطوة أخيرة قبل الخروج مما يسمى بفاءة المضاربة ويعتبر تصنيف بي اي 1 الأعلى فيما يسمى بفاءة المضاربة التي تتجنبها المؤسسات الاستثمارية عادة لأنها تشير إلى المخاطر التي تهدد قدرة المقترض على سداد ديونها وكالة التصنيف أعلنت أن الأغلبية البرلمانية تنتج من انتخابات يونيو التشريعية التي حصل عليها حزب الديمقراطية الجديدة اليمينية بزعامة كرياكوس ميتسو تاكيس لديها درجة عالية من الرؤية السياسية على مدى السنوات الأربع المقبلة وأرفقت وكالة مودز تصنيفها بنظرة مستقبلية مستقرة مشددة على أن اليونان ما زالت تواجه تحديات هيكلية أبرزها انخفاض مستوى الاستثمار والدين العام الذي ما زال مرتفعا وشيخوخة سكانها وكانت وكالة التصنيف الرئيسيتان إلى جانب مودز وهما ستاندرد أند بورز وفيتش قد رفعت بالفعل تصنيفهما إلى المستوى نفسه في أبريل من عام 2022 ويناير من عام 2023 وخلال الأزمة الاقتصادية من 2010 إلى 2018 عانت اليونان من سلسلة من تخفيضات التصنيف الاقتمانية مما منعها من الاقتراض في الأسواق لمدة ثلاث سنوات من عام 2014 إلى عام 2017 تظاهر الألاف من الأشخاص في العاصمة السويسرية استجابة لدعوة من النقابات والأحزاب اليسرية للمطالبة بزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد وتوجه نحو 20 ألف شخص إلى العاصمة في إطار تحالف تظاهرة من أجل القدرة الشرائية حيث جابوا شوارع وسط المدينة قبل التوجه إلى القصر الفيدرالي مقر الحكومة والبرلمان منظم التظاهرة أكدوا أن تلك الخطوة تبعث رسالة واضحة في بلد غني مثل سويسرا أن ثمة ما يكفي من المال ليتمكن الجميع من العيش بوفرة وكان أعضاء النقابات والحزب الاشتراكي وحزب الخضر قد دعوا إلى التظاهر للمطالبة بمعاشات أعلى وتقاعد أفضل النقابات دعت كذلك السلطات إلى اتخاذ تدابير سريعة لخفض أقصات الضمان الصحية التي تصل إلى المئات كل شهر وسجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة اختتمت مجموعة السبع وسبعين والصين قمتها في هافانا بالدعوة إلى الوحدة في مواجهة الدول الغنية فيما حض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على تصعيد المطالب في مدلي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة حضر ممثل من نحو مئة دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة حيث تضم المجموعة التي أنشأتها 77 دولة عام 1946 حوالي 134 دولة وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خاردي إن عدم المساواة على الصعيد العالمي الأمر الذي كشفته جائحة كورونا والحاجة إلى خفض ديون البلدان الأكثر فقرا لتمويل التحول المناخي أهم ما نقشته قمة مجموعة السبع والسبعين والصين التي تستضيفها العاصمة الكوبية هافانا وخلال القمة حث رئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دول المجموعة التي تأسست في عام 1964 على تجنب الانقسام وتعزيز ضغوطها على أغنى الدول فيما يتعلق بتحديات التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة وأكد لولا دا سيلفا في قمة مجموعة السبع والسبعين والصين ضرورة تعزيز المطالب في ظل الثورة الصناعية الرابعة في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الصناعي والتكنولوجيات الحيوية وانطلقت تلك القمة الجمعة الماضية في هافانا بمشاركة نحو مائة دولة من أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تمثل ثمانين في المائة من سكان العالم وتشارك فيها الصين كلاعب خارجية وحضر ممثلون من نحو مائة دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية وموضوعها دور العلم وتكنولوجيا والابتكار في التنمية وكان رئيس الكوبية دياز كانيل الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة قد شدد على أن البلدان النامية هي الضحية الرئيسية للأزمة الحالية المتعددة الأبعاد التي يشهدها العالم والاضطرابات الدولية في التجارة والتمويل الدولي فضلا عن ظاهرة الاحتباس الحرارية أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إمكانية التواصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان في تصريحات له قال باشينيان إن بلاده وأذربيجان بإمكانهم التواصل إلى اتفاق سلام في حلول نهاية العام مشيرا إلى أن بلاده تبدل قصارى جهدها لتحقيق ذلك لكنه استبعد إمكانية توقيع أي اتفاق خلال لقائه مع رئيس أذربيجان إلهام ليف في أكتوبر القادم غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون روسيا على متن قطاره المصفحة وكان جونغ أون قد اختتم زيارة لروسيا بدأها يوم الثلاثاء والتقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير فوتين ووزير الدفاع روسي سردي شويدو ونقش عددا من المسائل العسكرية والعملية العسكرية في أوكرانيا وتعميق التعاون بين موسكو وبيونجينغ أعلنت وزارة الصحة الروسية أن الوضع الوبائي على مستوى البلاد مستخر وهذا التصريح يأتي بعد زيادة حالات العدوى بالأمراض التنفسية والكورونا وقد إعلان إلزامية استخدام الكمامات في مقر الحكومة الروسية اعتبارا من غد الاثنين هذا وأوضحت الوزارة صدور تعليمات لعدد من المناطق بتنظيم الاستعدادات للارتفاع الموسمي في التهابات الجهاز التنفسي وهو أمر معتاد في الخريب بما في ذلك الحصول على المخزون المطلوب من الأدوية أشهد المواطنون بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي اتخذها خلال زيارته لمحافظة بني سويف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ووجه المواطنون الشكر لرئيس السيسي على وقوفه الدائم بدوارهم والعمل على توفير كل الدعم للمواطن المصري نشكرك يا رئيس على القرارات الجريئة اللي نزلت النهاردة بني سويف لاهتمامك بالفقراء ومحدود الدخل والموظفين وأصحاب المعاشات مصر كلها وراك يا رئيس بتأيد كل خطواتك كل الشكر يا رئيس لسيادتك وللقرارات اللي سيادتك أصدرتها النهاردة اللي بتمثل مواطن البسيط كامل يا رئيس احنا معاك نحن قرارات تاريخية في ظل ظروف اقتصادية واستثنائية صعبة في رسالة حقيقية من فخمت الرئيس بين شعب مصر قادر على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل ونتمنى تكاتف من شعب مصر المزيد من العمل الدقوب الحسيس المخلص خلال الفترة المقبلة أشكر سيادتك الرئيس على القرارات اللي خدها النهاردة في مؤتمر حقيقة كريمة بني سويف بالنزاو الزياد حد الأدنى للأجور من 3.5 إلى 4 وعافى صغار الفلاحين من الضرائب وزيادة معاش التكافل وكرامة بخم نسبة 15% لأكتر من 5 مليون أسرة وزيادة المعاشات والمستفدين منها من 300 إلى 600 وزيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 إلى 600 كل القرارات دي هتساعد ناس جدري جدا خاصة في الحالة اقتصادية الصعبة للوطن العرب كله والعالم بيمر بي شكرا أشكر سيادة الرئيس على قرارات بتاع النهاردة للدعم الشعب المصري وطعم الفلاح ودعم المواطنين المصريين طبعا وده عشان الغلايا المعيشي أحنا بنشكر سيادة الرئيس عمتا على قرارات اللي بياخدها لأنها من مصلحة الشعب وإحنا متشكري لله جدا جدا على اللي هو بيعمله عايز أشكر سيادة الرئيس على القرار اللي خده النهاردة mandatory زيادة المعاشات وزيادة الأجور وزيادة تكافل وكرامة لأسرة الاحتياجات 5 مليون أسرة شكرا لسيادة رايز على حزمة القرارات اللي خدها النهاردة من ضمنها زيادة حد الأدنى للأجور ورفع علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه ل600 جنيه رفع العلاوة بتاعت المعيشات من 300 جنيه ل600 جنيه اللي بقت بتشمل دلوقتي 11 مليون مواطن تاني حاجة تسهيلات اللي قدمها سيادة رايز للمزارعين من ضمنها رفع الفايدة والأقصات من عليهم فدي أنا حاجة شايفها أن سيادة الرئيس لجد الوقت رغم الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بها البلد لجد الوقت بيفكر في المواطنين دوما السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت أن المواطن المصري في عقل وقلب القيادة السياسية وفي بورة اهتمام الدولة المصرية وإذا كنا منذ الفترة القريبة رأينا ذلك متمثلا في العديد من المبادرات الاجتماعية زي حياة كريمة والمبادرات الصحية أيضا التي وصلت إلى كل مواطن على أرض مصر وإلى كل شبر على أرض مصر فإن القرارات الاقتصادية تأتي خطوة في هذا الطريق تأتي لرفع العبء والضغط الاقتصادي عن كاهل المواطن المصري السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى جاهدا في فتراته التي تلت فترات الانكسار التي عانت منها مصر لعامين متتاليين إلى إحياء أمل المصريين في دولة نظيفة متقدمة اقتصاديا المواطن العادي البسيط يسعى إلى أن يجد ما يسد قوت عايشه وما يرسم بسمة الأمل على وجوه المصريين عموما فهذه القرارات وإن كانت مرتبطة بالدخل للمواطن البسيط إلا أن ما يعود على المواطن البسيط وأصحاب المعاشات سيعود على كافة أبناء المجتمع المصري قرارات كلها لمسة الطبقة المتوسطة الموجودة في الشعب المصري زيادة الأجور من 300 إلى 600 جنيه لتكافل القرامة والمعاشات وطبعا كل الحاجات دي لها تأثير كبير على الشرع المصري وإحنا فحورين جدا بغذير القرارات في الوقت الحالي قرارات السيد الرئيسي مبارح كانت صائبة وفي وقتها لأنه فعلا قدر يرفع ولو قليلا عن كاهل المواطن المصري لأنه بيشعر بنا بجد وحاسس بنا بجد زي بالضبط حياة كريمة الناس اللي ما كانوش حتى لقين الميا والسكن إحنا شفنا برح حاجة مشرفة في بني سوي في الناس نازلة من قلوبها لأنها فعلا حست أن سيد الرئيس حاسس بيهم أوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اللي طبعا قدمهنا الفترة اللي فاتديها من مجهود كبير في رفع كفاءة البلد كلها إذا كانت في طرق أو في شتى المجلات الصحية والتعلمية أحب أشكر السيد الرئيس على اهتمامه وعلى شعوره بالشعب وبينة بالأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها كمان مش بس مصر العالم كله في الأزمة دي أحب أشكره أنه هو حاسس بينا حاسس بالناس حاسس بالطبقات المتوسطة واللي تحتها كمان شكرا على حياة كريمة أحب أوجه الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإنجازات اللي هو عملها معنا طول الفترات اللي فاتت وعلى القرارات الحكيمة اللي أخدها من برحة بني سويف كانت القرارات بشأن رفع الحد الأدنى من 360 جنيه ورفعنا الفئة بتاعة التكافل وقرامة المستفيدة بيها للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف رضا سكر رئيس حزب الاتحاد أستاذ رضا بعد التحية الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما وأبدا ما يولي اهتماما كبيرا بالعمل لصالح المواطن إلى أي مدى تسهم قرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير حياة كريمة لكافة المواطنين في كل ربوع الوطن وما شهدناه بالأمس من افتتاحاتي وافتتاحات سيراتي لبعض المشروعات في محافظة بني سويف مستشفيات وجامعات وشركات ومصانع كيف تؤدي كل هذه الرفع لهذا الوطن إلى تقدمه وارتفاعه أهلا بحضرتك وأهلا بسادة المشاهدين خليني أقولك أن حوار السيد الرئيس مبارح حمل أكثر من معنى خليني نتكلم في الشك الأول الإنساني كان فيه شك إنساني مهم جدا والرئيس بيتكلم بوده بإنسانية مع المواطن المصري والشعب المصري وبيأكد على أنه حاسس به وحاسس بالتضخم وارتفاع الأسعار وقال له أنا منك وأنا كنت زيك لفترة بسيطة فده كانت رسالة مهمة جدا أنه الرئيس مش بيقول كلام بس من برج عاجي لذا هو كان فعلا فترة بسيطة إلى أن تولى رئيسة الدولة المصرية فكان بيطمن المواطن المصري أنه شايف ده كويس جدا ولمسه وحاسه وقد إيه الدولة وضح له قد إيه الدولة بتبزي الجهد غير طبيعي علشان تخفف على المواطن المصري من خلال حزمة إجراءات ومشروعات وقرارات ومبادرات وحياة كريمة وإلى آخره كل هذه الأمور هي بتؤكد بذل الدولة المصرية أقصى بغت وده صيد الرئيس أكده مبارح أنه الدولة عاملة جهد غير طبيعي عشان ترتقي بحياة المواطن وعشان تخفف عليه الأعباء وارتفاع الأسعار اللي سببه مش إحنا اللي سببه خارجي عزمة العالمية لازم نقول إن أستاذ رئيس في عهده منذ عقود طويلة كان فيه تهميش للسعيد من أهل السعيد من فقر وعدم توفر أساسيات الحياة قبل أن تتوجه بصلة التنمية بفضل القيادة المصرية لتعوم بكل محافظات مصر وعلى رأسها للسعيد اللي حدثت فيه نقلة كبيرة ونوعية بفضل المشروعات والمبادرات التي تمت وخاصة حياة كريمة نعم هلين أقول لك أيضا أنه طالما طلبنا بخطط كتير كنا دايما نقول خطط تنمية وتطوير للسعيد فعلا تم هذا في عهد السيد الرئيس بالخطط ومشاريع التنمية في كل كرة من سعيد مصر اتهدفت الدولة المصرية أنها توفر له بحياة كريمة لكل أهل السعيد والنهوض بمستوى المعيشة من خلال كم المشروعات اللي أطلقتها الدولة بشكل غير مصبوك أيضا البنية التحتية لم يقتصر هذا على الأمر على هذه المجالات بل أنه السعيد حصلت فيه تطفرة في البنية التحتية وتوسعت الدولة في مشروعاتها عشان تحسن جودة الحياة بسعيد مصر وتسهل الحياة على أهلينها ولذلك الدولة أنشأت العديد من الجماعات الحكومية دعا يخذنا أستاذ رضا لهذه النقطة بالتحديد بالأمس كانت افتتاح لجامعة بنوسيف الأهلية وأيضا مستشفى إهناسيا العام وأيضا مصنع المصانع التكملية الكثير من المشروعات العملاقة والكبيرة التي تساهم في وضع وفي تحسن حياة المواطن وهذا الأمر نراه بصورة حقيقية على أرض الواقع سواء بقى فيه مشروعات وفيه مبادرات كإبدأ ومائة مليون صحة والقضاء على بيروسي وغيره من المبادرات والمشروعات ويمكن حضرتك كنا تشرفنا بلقاءك في الحوار الوطني وتناقشنا حول هذه الموضوعات التي تهم الشارع المصري وتهم الأسرة المصرية كيف يمكن نقل هذه المشروعات والانتقال بالمواطن إلى مرحلة من مراحل التقدم في الفكر والثقافة والإدارة والحرص والخوف على الدولة المصرية بص طبعا خلينا نكون صدقين أنه ده أنت عندك بيبقى فيه نقلة نوعية سريعة يشعر بها المواطن فورا وفيه نقلة بتاخد وقت خاصة في المشاريع التنموية اللي بتستغرق بعض الوقت فالمواطن بيشعر بجزء حاليا وجزء مستقبليا إذا كنا بنتكلم على المشروعات زي محترتك تفضلت وقلت زي مشروعات الجامعة الجامعات الحكومية والأهلية دي خففت عن ولادنا وطلبنا ووفرت عليهم مشاقة الانتقال للعاصمة أو الدلتة كمان القطاع الاقتصادي اللي الدولة اشتغلت عليه تمحور السعيد ده كان من أهم المحاور لاهتمام الدولة المصرية به أنشأت العديد من المصانع ووفرت فرص عمل كثيرة لشباب السعيد إذا الجامعات والمصانع عملوا طفرة المواطن يشعر بيها بسرعة طالب النهاردة كان بيلاقي مشاقة كبيرة جدا وهكذا فرص العمل والاستثمار داخل السعيد الدولة أنشأت ده واشتغلت على ده في أعلان بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية أنت ما تقدرش تعمل ده وانت ما عندكش بنية تحتية بنية تحتية من صرف صحي واتخال الغياز فضلا عن إقابة المجتمعات السكنية اللائقة بالمواطن المصري كان لها الفضل في القضاء على عشوائيات وتحقيق العدالة الاجتماعية كل هذه الحزمة من المجالات سواء الاجتماعية أو الصحية أو البنية التحتية أو الجامعات كلها في النهاية بتؤثر وبتبين كمان مقامة بيس دولة من إنجازات لصالح المواطن المصري ديف عليهم كمان المبادرات والدور الكبير اللي قام دي التحالف الوطني اللي عمل الأهلي نعم خلينا نروح لمحورتاني خريط فرعية الأسر والأكثر احتياجا والعمل كزراع تنموي للحكومة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية ده مهم جدا إنك ما تقومش تعمل مشروع أو تعمل خدمات للناس وتنقطع لا ده تنمية حقيقية وتنمية مستدامة بل بالعكس وفيها ارتقاء بيها وده أكد دوت قرارات ساد رئيس انبارح ساد رئيس النهاردة هو بيدي زيادة الحد الأدنى للجور ويرفع الإعفاء الضريبي ده مهم جدا ده هيخدنا المحور آخر أستاذ رضا وهو محور متعلق بالحفاظ على جودة الحياة والبناء على ما تقدم من المجهودات التي قامت بها الدولة المصرية وما قام بها أيضا فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي من إنشاء بنية حقيقية على كافة الأصعدة سواء في المشروعات التنموية أو في المشروعات الخدمية في التعليم في الصحة على كل المحاور كيف يمكن البناء على ما تقدم والحفاظ على ما وصلنا إليه من منجزات في الوقت الرهن أستاذ رضا بصنا عشان نحافظ على اللي احنا عملناه ومنجزاتنا ده عايز حاجات كتير أو نمرت واحد لازم المواطن المصري يعي موقف الدولة المصرية الحقيقي من كل شيء من كل القضاء يعني الرئيس يتكلم بصراحة عن مثلا التضخم وارتفاع الأصعار وكان بيكلم بصراحة جدا وبيكلم المواطن المصري البسيط بيقوله إيه سبب ارتفاع الأصعار وبيقوله أنا ما بديكش حاجة من جيبي أنا لو أنا لو علي وعندي إمكانيات همنع ليه فكان الحديث ده كان بيرد على الجزء ده إنه الدولة المصرية بتبذل كسارة جهدها في إنها تخفف العب طيب إذا خطفت ووصلت للمرحلة دي في ظل التحديات وفي ظل التضخم اللي موجود عن مستوى العالم المواطن المصري مطلوب منه حقيقة هو المواطن المصري بيدفع التمن بشكل مباشر مطلوب منه أن يتحمل آه بيتحمل لازم يتحمل اتنين يحافظ على الدولة المصرية ما يسمعش الأقويل اللي بتتردد في القنوات والكتائب الموجهة والممولة لأن دي لها هدف أساسي وهو هدم الدولة المصرية لازم المواطن المصري يعرف أن الدولة المصرية يحافظ عليها لأن هي الدولة الوحيدة القائمة في المنطقة بجيشها بمواطنيها بشعبها القوي الأصيل اللي خرج في 30 يوم كل هذه المكتسبات المواطن المصري يعني كويس هذه المكتسبات ويجب أن يحافظ عليها إلى أقصى درجة في ظل هذه التحديات وخد بالك أنه دايما المواطن المصري يبين معدنه وقوطه في المواقف الكبير 30 يوم المواطن المصري بين هو مين ولفظ واستقارة الدولة وتماسكت الدولة بقوة المواطن المصري وسنكمل أيضا والدولة ستكمل ما بدأته من إنجازات ومن مشروعات للبناء على ما تقدم والحفاظ على هوية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم الأستاذ رضا سقر رئيس حزب الاتحاد شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلنت الحكومة انه تنفيذا لثوليات الرئيس سيسي سيتم احالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة واصحاب المعاشات الى مجلس النواب فورا عقاده في شهر اكتوبر المقبل اوضحت الحكومة انه سيكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارا من اول اكتوبر مؤكدة ان حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس سيسي تبلغ تكلفتها التقديرية سنويا نحو 60 مليار جنائها يشهد العماني الاخيراني اربع زيادات للأبور والمعاشات منذ ابريل 2022 اهتمام كبير توليه الدولة بقيادة الرئيس سيسي للعمل الدائم لصالح المواطن وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين من خلال تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لهم ردود افعال واسعة واشادات كثيرة لاعلان الرئيس عبدالفتاح سيسي حزمة من الاجراءات لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين قرارات الرئيس سيسي جاءت بمثابة رسائل فرح للمصريين من بينها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالجهزة الإدارية للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل لدرجة السادسة وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامع هذه القرارات تعكس تقدير الرئيس سيسي للدور الذي قام به المواطن البسيط في تحمل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضعفت بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية من جهتهم أثمن المواطنون القرارات العديدة للقيادة السياسية والتي أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر وخاصة صعيد مصر الذي عانى من التهميش على مدار عقود فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار في جميع محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المتاحة وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى التي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل وهكذا تؤكد القيادة السياسية دائما أن الدولة لم ولن تدخر جهدا في سبيل دعم المواطن بكافة الطرق والإجراءات بالعودة إلى الخبر الأبرز في هذه النشرة حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما من ناحية أخرى عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة في مدينة الفنون والثقافة قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار حماد السيد محمد عبد الفتاح الساوي النائب العام السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائبا عاما أقسم الله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين صرح المتحدث الرسلين باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهم أن السيد الرئيس آرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاطلاع بمسؤوليته في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقا للدستور والقانون كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور نيفين الكلاني وزيرة الثقافة والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والثقافة حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض أثارا للعواصم المصرية على مدار التاريخ ومتحف الفنون ومتحف العملات فضلا عن دار الأوبرا الجديدة ذات تراز المعمري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستعابية الكبيرة إلى جانب مصرحين للدراما والموسيقى مؤهلين وفقا لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية تنطلق اليوم بالجزائر اجتماعات الدورة 47 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية التي ينظمها صندوق النقد العربي وبنك الجزائر لمدة يومين يشارك في الاجتماعات محافظ البنك المركزية حسن عبدالله بجانب عدد من محافظي البنوك المركزية العربية وهيئات رقبية دولية وصندوق النقد الدولية تناقش هذه الدورة فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الناشئ يعني اختلالات العرض وأولويات مجموعة العمل المالي وتحديات تطبيق معايير المجموعة في المنطقة العربية بالإضافة إلى تنصيق مواقف الدول العربية تجاه تطورات والمستبدات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحالي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها وشدد المركز العالمي على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المزارعين لتوريد كميات كبيرة من القمح لتصل بذلك إلى المعدلة المستهدفة حيث بلغت كميات القمح المحلي التي تم توريدها نحو 3.8 مليون طن مع انتياء الموسم كنتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين أشار المركز الإعلامي الارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة خمسة أشهر تنفذ الدولة العديدة من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر في هذا الإطار عقد وزير الموارد المائية والرية هاني سويلم اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام أحد مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر تصل نسبة التنفيذ من مشروع إلى 57% ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار الناقل بطول 174 كم في إطار بروتوكول التعاون ما بين مصر ولكميسة تجرى فعاليات البرنامج التدريبية لمجموعة من الدول الإفريقية من أعضاء الكميسة يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات التشريعية والممارسات الميدانية لجهاز حماية المسالكة المصري ونقل هذه الخبرات الرائدة إلى دول الكميسة للاستفادة منها في هذه الدول نتشرف باختيار مصر أنها تضرب الدول الإفريقية من قبل الكميسة على حماية المستهلك وده الحقيقة كان بيأكد شيء فهو بيأكد في البداية صدارة مصر كالعادة الحمد لله وأنها سباقة دايما في كل المبادرات وإصدار القوانين والممارسة في حد ذاتها ويمكن الدعوة جاءت من الكميسة على أساس أننا كنا هناك في مؤتمر وشافوا الحمد لله إنجازات مصر في مجال حماية المستهلك فاختاروا مصر أنها يكون موقع للتدريب للدول الإفريقية تم اختيار مصر لما لها من جهاز حماية المستهلك من نجاحات وهو جهاز راسخ له خبرة وباع طويل في تطبيق وتنفيذ القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك وبالطبع هناك أيضا نظم قائمة بالفعل في مصر مثل نظام معالجة الشكاوة وأيضا الكول سنتر أو مركز الاتصالات وغيرها من النجاحات التي نحرس أن تتبادلها مصر مع الدول الأعضاء الأخرى الهدف هو الاستفادة من خبرة مصر لمساعدة الدول وبناء قدرتها لتطبيق وتنفيذ القوانين الخاصة بحماية المستهلك على أفضل وقت أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية فعليات مبادرة أنت الحياة التي تستهدف عددا من أهالي الكرة الأكثر احتياجا بمركز ومدينة القنطرة غرب بمشاركة أكثر من 12 جهات تهدف مبادرة أنت الحياة إلى تقديم كافة الخدمات للألاف من أهالي الكرة الأكثر احتياجا في مركز ومدينة القنطرة غرب من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنون وتشمل هذه الخدمات الطبية والعلاجية واستقبال حالات الغارمين وعقد الندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي وامتحانات لمحو الأمية وملتقى توظيفي وورش لتعليم الحرف اليدوية وإصدار بطاقات الرقم القومي بالمجان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كشفنا حوالي 400 متردد يعني وأحلنا حاجة المستشفيات معانا أكتر مئة صنف دوا المبادرة بس مش شاملة الصحة شاملة كل مجالات الأخرى ومجالات للتوظيف مبادرة حاجة كريمة فيه تعاون مشترك مع حاجة كريمة القافلة الطبية مدرية الصحة بالإسماعيلية مشاركة معنا النهاردة في كافة التخصصات بالإضافة لمعمل تحليل بالإضافة الصيدلية فيها أكتر من مئة صنف لدواء مختلف القافلة يعني بتأدي خدمتها بشكل متكامل وبشكل متناسق والحمد لله يعني عاملين شغل كويس فيها في هذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوات الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوق عياد نائبا عمى ويمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حماد الصاوي النائب العام السادق الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة نهاية الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة النيتو يستبعد نهاية سريعة للمواجهات العسكرية الروسية الأوكرانية ويؤكد أن طلبات كياذ من الأسلحة تتجاوز قدرات الحلف نهاية نشرة الثالثة شكرا للمتابعة قدمناها لكم من التلفزيون المصري دمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة